موسيقى مساسة الفتاة النافذة المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للطبيبة النفسية جولسيران بوداجي أغلو وهي طبيبة نفسية مشهورة في تركيا قامت بنشر خمس روايات تحكي فيها قصص بعض المرضى أول رواية لها كانت رواية داخل العملة وقد نشرت سنة 2004 التي اقتبس منها معظم قصص الغرفة الحمراء بعدها قامت بنشر رواية الألوان الثلاثة للخاطئة سنة 2008 التي اقتبست منها قصة مليحة وابنتها ملك ثم رواية عدل الحياة التي صدرت سنة 2011 واقتبس منها مسلسل التركي الشهير عروس اسطنبول وقصة عالية من الغرفة الحمراء ثم رواية إذا خسر الملك سنة 2015 وآخر رواية لها حتى الآن كانت رواية فتاة النافدة التي صدرت سنة 2019 وقد حققت شهرة كبيرة مثل باقي رواياتها واقتبس منها مسلسل قدرك المنزل الذي ولدت فيه ومسلسل فتاة النافدة برغم من تواجد العديد من الأحداث في المسلسل وكانت مختلفة عما ذكر في الرواية لكن المسلسل في الأصل كان يحتوي على أحداث كثيرة مشابهة للأحداث الحقيقية في الواقع كما كان الجميع يتساءل عن الأشخاص الحقيقين لهذه القصص كون الكاتبة تقوم بتغيير أسماء السقسيات في الحقيقة وتعطيها أسماء مغيرة في الرواية مع عدم نشر جميع الأحداث فكان من الصاب التعرف عليهم لكن بالنسبة لرواية فتاة النافدة لم يكن من الصعب جدا التعرف على الأصحاب القصة الحقيقيين لكونهم دوي شهرة كبيرة في تركيا قد قام أغلبية القراء والمشاهدين بروت عائرة كور أغلو من الرواية والمسلسل بعائلة أوزان الشهيرة في تركيا لشدة التشابه الكبير بينهم ومثل ما ذكر في الرواية والمسلسل معا فقد كانت عائلة أوزان غنية وصاحبة نفوذ كبير ومحطة أنظار جميع الصحف والمجلات والإعلام حسب الإدعاءات فإن شخصية سيدات في الحقيقة ورجو الأعمال التركي الشهير جيم أوزان ابن كمال أوزان بينما شخصية نالان في الحقيقة هي ألارا كوتشبي ابنة المتسابق الراحل رينش كوتشبي جيم من عائلة بوسنية الأصل رجل أعمال شاب وسيم ومتهور تم تزويجه بالقوة من طرف والده إلى فتاة تشبه الأميرات جيم لديه أخ أكبر منه اسمه هاكان وأخت أكبر منه كذلك تماما كما في مسلسل فتاة نافذة لكن عكس الرواية حيث أنه بالرواية سيدات يكون الإبن الأكبر بين إخوته بسبب ضغط من والده أصبحت جيم رئيس حزب الشباب بينما ألارا كوتشبي كانت مهندسة معمار داخلي مثل المسلسل والرواية تماما عند زواج جيم وألارا تم توقيع على اتفاقية زواج لكن زواجهم كان يمر بكثير من المشاكل خصوصا أن ألارا قد تعبت وشعرت بالملل كثير من قلة اهتمام جيم بها قد قامت بخيانته مع سائقه وحارسه الخاص بسبب بعض المشاكل التي واجهها جيم كان مضطرا إلى الهروب من تركيا واللجوء إلى فرنسا والعيش هناك في باريس وقد اكتشف خيانة زوجته له من طرف فريق الأمن الخاص به عندما كانوا يجاهزون لتهريبه خارج البلاد عندما علمت جيم بالأمر ونظر لتوقيعهم على اتفاقية زواج طلقت جيم ألارا دون إعطائها فلسا واحدا حتى في تلك الفترة انهارت ألارا ودخلت في مرحلة اكتئاب عكس الرواية التي ذكر فيها أن نعلان يعني ألارا قد طلبت الطلاق بعد أن وقعت في حب سائق ورفضت الحصول على أي شيء من زواجها وأنها قد دخلت مرحلة اكتئاب بعد أن أنجبت طفلها في وقت مبكر وتوفي بعد ثلاثة أيام من ولادته وبعد طلاقها من سيدات يتزوج امرأة أخرى ويرزق بطفلين بينما في الواقع ألارا والجيم لديهم طفلين جيم في الأصل هو المالك السابق لصحيفة ستار وقناة ستار تيفي أول قناة تلفزيوني خاصة في تركيا بالإضافة إلى قنوات أخرى ومحطات إداعية لكن لاحقا تمت مصادرة جميع ممتلكات العائلة وتم بيع القناة والممتلكات في مزاد علني ولاحقا طلبت عائلة أوزان التي كانت من أقوى العائلات في تركيا اللجوء إلى فرنسا كمنفى منذ 11 عاما